السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول أولا أن معظم الأبالس الكبار كشيطان الرصد والمسونيين السحر الكبار لديهم نقاط ضعف وهذا من الأولوية أن نتعرف عليها حتى نستطيع أن نتخلص منهم بسهولة تامة وهذا ما يفعله رؤساء العرب رؤساء الدول فتخلص من دول أخرى أو بلغة أوضح في الحروبات جميعها سواء كانت إنسية أو جنية يتعرف على نقاط ضعفه يعرف كيف يبدأ ثم كيف ينتهي حتى يضمن ربحه من هذه الحرب ونحن كذلك سنبحث على نقاط الضعف ونمدها إليكم حتى نكون يدا واحدة جميع السلالة الزوهرية المستهدفة نكون يدا واحدة حتى نتخلص من كبار هذه الملعين ونجد سهولة في ذلك بدون تعب ولا أي شيء طيب نقول أن النقطة الأولى وهي وضع خاتم في أصابع اليدين معظم كبار الأبالس وخاصة شيطان الرصد والشيطان المسوني بسحر الخفاء والشيطان الآخر التنين الساحر يكون في الرأس خلف الرأس يضع أيضا الخاتم في أصابع اليدين ويكون معه أيضا صولجان صولجان هذا بمثابة سحره لما تبدأ في قراءة القرآن يواجه هذا الملعون ضربة القرآن بهذه الصولجان هذا مقصد صولجان ومقصد الخاتم هو أنه بمثابة أن هذا الجسد الزوهري ملكه هذا أول شيء ثاني شيء يمده بطاقة وقوة لأن أسحاره تكون علوية يستمدها من النجوم والكواكم يستمدها بهذا الخاتم وأيضا يغلق أبواب النور في اليد لأن اليد يكون فيها طاقة شفائية وطاقة حربية وطاقة نورانية وأختام أيضا ربانية في كفوف اليدين كثيرا وسنذكرها إن شاء الله في فيديو مخصص هذه الخواتم والصولجان هي نقاط ضعف لكبار الأبالسة نقاط ضعف هذه النقاط للخواتم والصولجان وثالثة النقطة ضعف هي القيود الربط والقيود أين يكون؟ يكون في المعصمين وفي الكوعين في الرجلين يكون ربطه هناك بمثابة يربط الجسد الأثيري لذلك نجد أن معظم الأحباب لما يقرأ لوحده أو يقرأ عليها الراقي سيشكل يديه فوق بعضها أو رجله فوق بعضها وهذا ما يدل على أن الجسد مربوط مقيد روحيا وأثيريا مقيد الروح مقيد والجسد الأثيري مقيد طيب كيف نتخلص من هؤلاء؟ لأنك إذا تخلصت من هؤلاء سيكون ما يبقى عليك فقط تدمير الحصون وهذا سهل جدا بالنسبة إذا بدأت إلى أختامه خواتمه وصولجانه وقيوده هنا يكون سهل القضاء عليه بإذن الله العزيز الحكيم نبدأ في رقية زيت زيتون بآيات الصهر وآية النور آية النور مثلا الله نور السمواتي والأرض ونضيف أيضا إذن استطعتم الآية الأخرى آية النور الأخرى مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذن الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها والآية الأخرى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والآية الأخرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وهكذا نضيف أي آية فيها النور نقرأها قدر المستطع مثلا لو كل آية سبعين مرة يكون نورا على نور وإن استطعت أكثر فيكون خيرا على خير لأن زيادة فيها الخير نقرأ هذه الآية على زيت زيتون ثم ندلك جيدا أماكن الخاتم أماكن الخاتم يعني أماكن وكأنك عندك خاتم في أصابع اليدين وكأن عندك خاتم في أصابع اليدين ندلكها جيدا مع قراءة ما تيسر من الدعاء مثلا بسم الله العظيم الأعظم يكسر كل خاتم بسم الله العظيم العظم ينزع كل خاتم بسم الله القوي المتين يكسر ويزجر بالحميم كل خاتم هكذا نقوم بهذه الأدعية بنية نزع هذه الخاتم سبحان الله ستشعر بها سواء في اليوم الأول أو الثاني ستشعر بوجودها كأنه فيه حكة أو فيه تنميل أو فيه ثقل وهكذا ستشعر بها بإذن الله العزيز الحكيم طيب هذه الخاتم ثم نتنقل كما قلنا للصولجان ليس شرطا أن تراه ادعو بهذه الأدعية بنية أن تكسر يصهر بالحميم أو بشهاب النور هذا الصولجان حتى تتخلص منه بسهولة تامة بإذن الله العزيز الحكيم ونقطة أخرى نسيت ذكرها ألا وهي القلادة قلادة هذه الملعين القلادة يا أحباب تكون وسط الصدر أعلى أعلى الفم المعدة يمكن بأربعة أصابع لسيقين لبعضهم تكون هذه القلادة وأسفلها سبحان الله كما نسيت أيضا نقطة أخرى أسفلها أي قرب بقريب من الفم المعدة يكون هناك أقفال صفراء أقفال والمقصد منها هو ربط الصدر والكذيفين واليدين وتلتف هذا الربط سبحان الله يلتف بالصدر كما ذكرناه في منشور آخر يكون هكذا الصدر منطقة الصدر هذه فم المعدة يكون هناك بالتحديد قفلين أو ثلاثة وتلتف بها الربط هكذا إلى آخر الظهر أحيانا تكون قفل أحيانا تكون اثنين أو ثلاثة وكل واحدنا حسب طاقته وحسب قوته تكون الربط هكذا يكون الربط هكذا وينزل حتى من اليدين نقرأ بنية بهذا الزيت زيتون ندلكه جيدا ندلك هذه الماكن جيدا قلنا هذه الأقفال وهنا تكون القلاد نازل هكذا على الرقبة تنزل هكذا يعني فوق فوق هذه الأقفال الصفرة تقريبا بثلاثة أصابع أو أربعة أصابع المهم ندلك هذا المكان جيدا لأن في فم المعدة أيضا سحر أصفر تخدمه قلدة غالبا يكون اثنين من القلدة هكذا ندلكه جيدا في فم المعدة في الأقفال القلادة ندلك جيدا مرة صباحا ومرة قبل النوم يحبذ ثلاث مرات في اليوم يكون نورا على نور بإذن الله حتى تنزع القلائد لأن كل سحر معه قلدة وغالبا يكون ثلاثة أو أربعة قلائد قلنا الخواتم القلائد السولجان والربط بمثابة أغلال تكون في المعصمين وتكون في الكعين بجانب الكعين يعني في الرجلين ندلكهم جيدا ويحبذ نقرأ أثناء يعني اليدين ورجلين نقرأ آيات الفتح آيات الفتح مثلا أعوذ بالله رجل بسم الله الحمد الرحيم إننا فتحنا لك فتحا مبين وإذا جاء نصر الله والفتح وفتحت السماء فكانت أبوابا نكرر حتى مثلا هذه ثلاث أيات فقط بكثرة أثناء الدلك مقدار ربع ساعة أو أكثر يكون نورا على نور بإذن الله وهنا تكون تقد تخلصت من كبار المصائب لأن معظم ما يصيب الزوهري ويرهقه هي الأسحار العلوية الرصادية هذه الصفراء لأنها لا تحرق بل تصهر بالحميم وأختامهم أيضا صفراء وربتهم أصفر طراه هكذا أصفر وهذا كله والله العظيم بشهادة من الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا مهما كان عمره مهما كانت قوته مهما كانت أقدميته هو ضعيف إذا بحثت واستعملت هذه النقاط سيكون سهلا عليك القضاء عليه بل سيأتيك في المنام كأنه صغير أو سيأتيك محروق أو مضروب أو مضرور أو مكسور إله سيأتيك بإذن الله لأن كبرهم سبحان الله الكبر يمنعهم من الحضور لكن إذا توكلت على الله ودمرت نقاط ضعفه سيأتيك رغما عن أما بالتهديد أو بالتوقف أو يأتيك في سورة أبيك ويقول لك كف عني وهذه كلها خزعبلات نحن لا نتوقف حتى نتأكد جيدا أن كل ما علي ما علي الجسد إزال هذه الخواتم وكما قلنا الخواتم كل الأصابع كل الأصابع لا نبتفي بإصبع واحد أو اثنين والذي يظهر عليه علامات أكثر ندلكه أكثر حتى يزول نتنقل إلى الآخر ولا ننس أيضا الدلك بهذا الزيت كفوف اليدين وأسفل الرجلين وأصابع الرجلين ندلكهم أيضا جيدا لأن في الرجل اليمن غالبا يكون عين تكون عين موجودة عين كبيرة وفي الرجل اليسرى هم أبالسة وشياطين وملعين والله لو أخبرتكم عن كثير من الأسرار في هذا المجال ستزدمون سبحان الله ستزدمون لأن فيه أشياء غريبة جدا وهناك من الأشياء إلى حد الأن لم أنزلها وليست لي نية كي أنزلها والله صراحة ليس لحرمانكم بل خوفا عليكم والله خوفا عليكم لأنكم لو كشفت هذه كبار الملعين وتوجهت بالحرب عليه سيعود إليك سيعود عليك بالانتقام أكثر ومعظم الأحباب يشاهد فيديوهاتي ويقول أن فيديوهاتك قوية وجيدة نعم أقول ذلك نعم لكن إذا استعملت البعض منها سيكون في غير صالحك سيعود إليك بالمضرة لأنك لو بمجرد كشفه سيعود سيقوي أسحار سيقوي المدد حتى لا يهزم ويعود عليك بالمضرة وهذا ليس وقته الوقت الحاضر حاليا تجتهد في فك الأسحار الضعاف الضعاف كالشياطين الموروثة كالعين والحسد كالمس الخبيث من بيت الخلاء أو من الدم أو من المرحيض أو إلا هكذا ستخلص من هؤلاء ثم يأتي الدور إلى الكبار نحن لا نضر الناس بل نرد مساعدتكم وسنساعدكم بما نقدر بإذن الله العزيز العاكيم لكن هناك أسرار لن أمدها إلا إذا رأيت عددا كبير جدا من الأحباب قد تشافى من هذه الملاعين الصغار ثم سيأتي دور الكبار بإذن الله ونحن لهم بالمرصد بإذن الله ساميلالين نتوكل على الله ونعود إلى كلامنا قلنا في الرجل اليمنى يضعون سبحان الله يضعون للعين أما في الرجل اليسرى يكون أتكلم يعني على معظم الزوهريين من كانت رتبته قوية وطاقته نورانية كبيرة جدا مثلا السلطانيين أو الملكيين تكون في الرجل اليسرى حذاء فضي هكذا يكون حذاء فضي هذا الحذاء الفضي سبحان الله يكون أسفل الرجل اليسرى نجمة سوداسية هكذا تكون فيها أيضا مثلث تحتها وأصلا يسرقون كل ممتلكات الزوهري الروحية ويضعونها في هذا الحذاء كما شاهدها معظم من علجتهم يقول يا شيخ أنا رأيت حذاء فضي وفيه نقودا رأيته في المنام فيه نقودا واسترجعتها وفيه مثلا مفاتح واسترجعتها هذه كلها ممتلكات الإنسان الزوهرين يضعونها في هذا الحذاء وفي ظنهم أنها في أسفل سافلين أنه في سبع أرض هكذا يقولون الملعين حتى لا لا يقدر عليها نحن نجتهد كما قلت لكم بدلك الكوعين وأسفل الرجلين وخاصة الرجل اليسرى ندلكها من الكوعين من هذه النقطة إلى أخيره والرجل اليمنى ندلكها جيدا بحب ذا في الركبتين وأسفل الرجلين وستلاحظ سبحان الله ستلاحظ كل شيء ستلاحظ من كان معظم الأحباب يقول ماذا يقول هذا وكيف هذا وكيف يعقل أقول إدلك جيدا وسترى العجب بأم عينك إدلك جيدا يقرأ آية الصحر والحرق أو آية النور وسترى عجبا بأم عينك والله سترى ما لا تراه في عينك أبدا الحمد لله لكل حال سألني معظم الأحباب وألحوا علي كيف تخلصت أنا شخصيا من هذه الأبالسة وكيف وصلت لهذا الحد أقول يا أحباب أن والله أنا كنت مثلكم صراحة كنت مثلكم زوهري لدي في هذا المجال عشر سنين خمسة أو أربعة سنين أرقي أراقي عادي لا أفهم ولا أفقه من هذه الأمور شيئا رغم أني زوهري وظاهر العلامات ولكني سبحان الله من الأبالسة لا أفقه شيئا ولم يدعو لي مجالا حتى أفهم شيئا رغم أني أرقي الناس وأجد شفاء للناس ولكن لا أتأثر ولا يقع لي شيء سبحان الله فلما بحثت قليلا في أمور زوهرية بعمق تعمقت وبحثت جيدا وجدت أني زوهري فقلت سبحان الله فأين الأعراض فأين الأبالس وأين تخنص بحثت جيدا ومن ضمن بحثي وجدت طفلا صغير لديه كشف قال يا شيخ أنت سبحان الله زوهريتك قويا وأنت في عالمهم محارب فكيف تذهب للرقاط حتى يعالجونك لأني صراحة الله تعجب كثير أذهب أذهبت للرقاط رغم أني راقي وذهبت للرقاط حتى يعالجونني من أمور زوهرية لكن والله العظيم رأيت عجبا عجبا في هذه في هذه الرقاط أسأل الله أن يهديهم جميعا وأن يثبت قلوب وأن يرزقهم العلم في هذا المجال لأن صراحة لا يسخر لهذا المجال إلا من هو أهل ثقة وأهل قوة وأهل عزيمة وأهل علم وبحث ومقدرة على حرب الأبال ليس الجميع المهم نعود لكلامنا قال هذا التفل الصغير والله تفل صغير ذكرهم قال يمكن عمره 16 سنة أو 17 سنة قال يا شيخ أنت في عالمهم سبحان الله محارب قوي فلا تذهب لي للرقاط وعالج نفسك بنفسك هناك سبحان الله وكأني سعقت بالكهرباء كأني كنت ذي غفلة أول الشيء قمت به أدعوت الله قلت يا الله إما أن تساعدني في علاج نفسي أو سخر لي يا الله يا رحمن يا رحيم من يعالجني من يقف جنبي هنا سبحان الله أتتني للفكرة بالتخاطر من الأحباب من رفقتي الصالحة جزاهم الله عنها كل خير قالوا يا شيخ اجتهد على أحد الزوهرين افتح له البصيرة وتركه جنيبك يجلس بجنيبك وارقي نفسك وهنا سيكشف هو ماذا لديك وهذا سبحان الله ما قمت به بتوفيق الله عز وجل بتوفيق الله وحده ولا نشرك به أحد اجتهدت عليه فتحت له البصيرة سبحان الله في مدة وجيزة صغيرة جدا فتحت له البصيرة يجلس بجانبي أنا أرقي نفسي وهي يقول لي هناك نجمة هناك ربط هناك عين سوداء كبيرة هناك ساحر لديه صولجان هناك هناك وأنا تخلص منهم بفضل الله عز وجل تخلص منهم بالواحد تلو الآخر واحد تلو الآخر حتى إذا وصلت لهذه المرحلة هذا والله ما أريد أن أتكلم على نفسي لكن معظم أوقاتي وأفكاري تكون والله العظيم في مساعدة الناس في مساعدة الناس وفي تنفيذ طلبهم احتراما وتقديرا رغم أني والله لا أعرف الأحباب بالمنشورات وبالإجابة على الأسئلة يضعون لي يا شيخ أجبنا كيف تخلصت أنت كيف تخلصت فقلت الله حاضر إن شاء الله بإذن الله وهذا والله يعني تنفيذا لطلبكم وأنا هنا بإذن الله لأني زوهري مثلكم عانيت كثيرا أشعر بحزنكم أشعر بمعاناتكم تجاه هذه الأبالس والأسحار الملعونة أعرف جيدا ما تشعرون به أعرف كل شيء لذلك يقول ربما يستغرب منها البعض يقول كيف الزوهري لا يعالجه إلا زوهري أقول نعم صحيح الرقي العادي لن يفهمك والله سيزيد الطين بالله سيزيدك هموما وحزنا بل سيهيج عليك كبار الأبالس ويعدون عليك بالمضرة أن الزوهري تعرض لهذه المصائب يعرف كيف يتخلص منهم يعرف نقاط أو مراحل التخلص منهم بالمراحل بالمراحل ليست كل شيء يضرب مع بعضه ليس كل شيء يبطل مع بعضه هذا غير صحيح لأن أصلا مثلا أقول مثلا ربما تستغربون كيف يعني كيف يكون الترتيب أو لماذا يكون الترتيب أصلا طيب أقول لو بدأنا مثلا بالتابعة وهذا الأصلا نبدأ بالتابعة طيب ثم نتوجه لشيطان الرصد أقولها كفكرة وكمعلومة وكتجربة حتى تقدادون بها وجزاكم الله عنها كل خير نبدأ بالتابعة ثم شيطان الرصد طيب لماذا شيطان الرصد قبل شيطان القلب لأن كما ذكرنا أن شيطان الرصد يكون معه ربط هكذا يمر على القلب وربط هكذا يمر على القلب وهكذا في اليدين أيضا يحصن القلب لو ضربنا أو أردنا أن تخلص من شيطان القلب أقول القرآن سيزوري ينزل على هذا الربط أصلا الربط صالح ستقول لك يا أخي تخلص من هذا الربط حتى يفك الحصون عن شيطان القلب حتى يفك الحصون عن شيطان القلب لو ضربت سنين طوال على شيطان القلب وهذا الربط ما زال والله لن تتوصل لي شيء والله لن تصل إلى أي شيء وهذا عن تجربة أقولها عن تجربة عن تجربة لنفسي أيضا وعن تجربة لفي علاج الناس والحمد لله خلصت منه الكثير 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 لا نستطيع أن نتهور في هذا العلاج أو نريد أن نسرع أكثر أو أن رويد رويد خطوة بخطوة لأن الزوهري سبحان الله خاصة المرتفعين درجاتهم وقوتهم تكون عندهم الكثير من الإباليس هكذا كما قلنا نتخلص من شيطان الرصدي من فكه وربطه ثم شيطان القلب هكذا أما الباقي سننزله إن شاء الله لأنه لم أرى كثير من الأحباب أنهم تعالجوا رغم أني سبحان الله أنزلت رقياتا والله تزلزل لها الجبال ليس فخرا ولكن فخرا في كلام الله عز وجل ليس فخرا في أي مخلوق بل في الخالق عز وجل في كلامه في استهدافنا بكلامه لما أرأكم تخلصتم أرأ الكثير تخلص من هذا الشيطان الرصدي والتابعة والشيطان القلب شيطان القلب أعطيكم معلومة أخرى أن الشيطان القلب لديه نجمة سداسية سداسية هكذا ولديه مثلثة برمودة تحتها والقلب يكون هكذا يعني ملتف بسلاسل هكذا فيه إبار معكوفة الإبار معكوفة هي أصلا هكذا تكون هكذا هكذا الإبرة المعكوفة حتى يدخلون بها السلاسل من هنا ويلتفوا بها على القلب هكذا إبار معكوفة والله سهلا سهلا سحبها وتدميرها سهل سهل بآيات السحب تسحب وليس بالحرق والقتل بل بآيات السحب وهنا تقول الحكمة لأن الحكمة توجد آيات سحب نسحب بها توجد آيات صهر نصهر بها توجد آيات حرق نحرق بها وهكذا تكون الحكمة ليس كل شيء يحرق وليس كل شيء يبطل هذه قلة علم وقلة فهم آيات صهر آيات سحب آيات قوة آيات تدمير آيات نسف يتغرق يتسحب يتسعق هكذا نستخدم الحكمة من الله عز وجل وبتوفيق الله عز وجل هكذا يكون الحكمة جزاكم الله عنا كل خير فما نسيته ذكروني به في الأسئلة وسأجيبكم إن شاء الله وهكذا كل ما أردنا إيصاله لكم وجزاكم الله عنا كل خير وستكون إن شاء الله المحاضرات كل المحاضرات إجابة على أسئلتكم وجزاكم الله عنا كل خير وحفظكم الرحمن من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته